السلام عليكم اهلا بكم مع عزائي طلب التانية اعدادي معكم مستر فصني في شرح كتاب المعاصف اللغة الانجليزية الترمي الاول عشرين خمسة وعشرين في الوقت هنبدأ مع بعض يونت ون الوحدة الاولى عندنا التايتل او العنون بتاعها coming home اللي هي المجيء الى البيت بيدز 11 صفحة 12 هتلاقي لسنز 1 and 2 درسين الاول والتاني الكيف فقبل ردي الكلمات المفرادات الرئيسية في الدرس روتين ديلي اكتيفتي تاكست بخلي بقى كنت تاكست بتيجي فيرب ونون طبعا الفيدي اختصال لكلمة فيرب يعني فعل والن اختصال لكلمة نون يعني اسم يعني بتيجي فعل واسم طبعا لو جات اسم معناها رسالة نصية اللي هو النون ولو جات فيرب الفعل بمعناها يرسل لسالة نصية وتلاحز ان ده روجل الفيرب بفعله منتظم يعني في التصف الثاني والثالث هادف له ايدي بتيكست تاكست وي صوفة بلوك اوف فلات انتر فيو تخلي بقى ان انتر فيوبة كذلك فيرب ونون فعل معناها يحاول شخص وده فعله منتظم وطبعا هادف له ايدي في الباس والباس بالتصف الثاني والثالث ولو جات نون طبعا معناها مقابلة شخصي طيب نيجي تكمل معايا الادشن الفوكبولاري المفروضات اللي هي الإضافية اللي موجودة في الدلس باست فريند جس جس سكول دي بريفير بريفيرد بيكارز بيكري لتن معناهم مخبس كوك برسن لسن ما حاز معايا بول برسن لسن ويكيند سكول ويك باتينر كونتري بلوك ايفري وان ده كده برونون يعني ضمير كومبيوتر جيمز فن بيج ثيرتين سكول سوبجيكتس بريك توبك فريطايم انتريستس ساموير سليبنج ده هنا عبره عن نون اسمه يعني الفيربي ده لما ضفتله ing بقى تتحولت لنون اسم اللي هو معناه النوم هنا chess بعد كده تصرف الأفعال غير المنتظمة طبعا الأفعال المنتظمة شفناها في الجنوة اللي فات كنت مضيف لها ايدي تبقى الأفعال غير المنتظمة ده أفعال بحفظها زي ما هي read 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 نحظ معايا ان هي نفس الحروف نفس لكن في past والpast participle التصفية الثانية والثالت بتقرأ عشان يبقى في الاختلاف بين المدارع والمو ده بقول read read come came come leave left left spend spent spent نجيبقى الحاجة المهمة اللي هي collocations أو المتلازمات اللفظية هتلاقي عندك هنا have في phrases أو expressions بتجمعها have breakfast have lunch have dinner لما have بتجمع الواجبات بمعناها يتناول have routine a routine have coffee برضه ما ببتيجي مع الدرنكس المشروب بيكون معناها يتناول أو يشرب have fun takeest friendess get get up get to school خذ بلك ان get لما بيجب بعدها up طبعا معناها يالسيكيز لكن لو جيب بعدها البربزيشان to أو حرف الجارة to في الحالة ده بيكون معناها يصل إلى ويجي بعدها مكان زي ما قولت get to school يصل إلى المدرسة read on the sofa play chess play computer games take the bus spend time spend money إذبنت لو جيب بعد الوقت الفيرب ده وانيبق معناها يقدي وقت ولو جيت مع المني الفلوس أو النقود يبق معناها ينفق مال هتكمد بيت شفوتين صفحة 14 do التعبيرات الفيرزة اللي بتجمعها do activities do home work do the same things do exercise do sportes make make breakfast make dinner نجل حاجة اسمها synonymes antonymes synonymes يعني مراضفات وantonymes ومراضفات لأن ده ان شاء الله يكون عندكم في ثالثة إعدادي وبيكون مكرر عليكم في ثالثة إعدادي لكن دلوقتي انت مجرد ان انت زيادة حصيلة لغوية لك late لما يتأخر طبعا الantonymes أو المضاد بتاعها اللي هي l the same as identical طيب لستين دول معناهم مطابق وعكسها حاجة مختلفة different to or different from leave move exact طبعا دول معناهم يغادر أو ينتقل عكسها بقى يبقى أو يكم stay start begin دول معناهم يبدأ وعكسها ينهي finish important necessary vital دول معناهم ضروري أو حياء أو هام وعكسهم حاجة غير هام unimportant طيب بتيجيب لك كمان جدول اسمه suffixes and prefixes prefixes اللي هو بديئة حروف بتيجي في أول الكلمة تغير معناها طب suffix حروف بتيجي في أخر الكلمة تغير معناها يعني كلمة day day احنا عارفين day اللي معناها يوم لما هضف لها l y هتتحول هنا من نون من اسم الى the adverb أو adjective صفة او ظرف اللي هي معناها يومي او يومي وكمان بالنسبة للصوفيكس والتريفكس ده هتكون حاجة مقرعة لكم في ثالثة اعدادة هي وقلت لكم the names و the ant names page 15 هتكمل صفة 15 general notes اللي هي ملحظات عامة routine habit custom اول حاجة routine اللي هو الروتين اليومي او العمل المتكرر my daily routine اللي هو الروتين اليومي is the same every school day هو نفس الشيء اللي بعمل لكم اليوم في المدرسة habit لو جائب لها they get home ليه ثم بيوصلوا يصلونا المنزل متأخر هي الكلمة اسمها كلمة يصل الى اسمها get to بس لما جي بعدها كلمة home قلت عايزة يقول يصل الى المنزل وليه ثم هم ومالحوظة كمان في عند كمان كلمتين اتنين اللي هما here يعني هنا و there يعني هناك كمان الكلمتين ده هومن ما بيجيش قبلهم حرف جار تو يبقى عندي في الأول الإنجليزية هوم هير ذير اتتكلمات دولا ما يجيش قبلهم حرف جار تو مع الفيربس الأفعالة اللي هي خاصة بالمكان بعد كده بنجي لي ان طبعا بتستخدم بمعنى في قبل أيام الأسبوع وقبل التواريخ ان سطر داي في يوم السبت I was born on 7th of December اتولت في السبع من شهر ديسمبر 2000 في سنة 2000 يبقى كده ده تاريخ يبقى اذا قبل اعمل وزي ان سطر دايز وقبل التاريخ بيجي ابلاحظ في الجارة on باي بتستخدم قبل وسائل المواصلات I go to school by bus انا اذهب الى المدرسة في الأوتوبيس with my friend دينا مع صديقتي دينا in طبعا برضو بستخدم في بس قبل بعض فترات اليوم زي مقول in the evening in the morning in the afternoon زي مقول هنا in the evening في المساء I do my homework بعمل الواجب بتاع دي وسوف اقرأ على الكنبة watch tv and take us to my friend وشاهد التلفزيون وبرسل رسائل لأصدقائي رسائل نصية help الب طبعا فير بمعناي وساعد بس تلاحظ ان بيجي بعدها object مفعول وبعد المفعول ده لاما يجي to infinitive infinitive اللي هو مصدر الفعل او التصف الاول بدون الاضافات او infinitive without to او يجي الفعل infinitive من غير to زي ما قال هنا I often help امام انا بساعد والدتي make dinner انها تحضر العشاء هتلاحز هنا ان help جاي بعدها الobject المفعول كلمة mom وبقى كده جاي infinitive ممكن نقول نفس الجملة I often help mom to make يعني هنا بعد الobject المفعول لما اقول make infinitive او to make تبقى to infinitive دوقتي هتيجي لي important expressions and propositions لحروف الجر والتعبارات المهم go to bed listen to music طب احنا ايلين من شوية اما بقول يذهب الى go to طب عايز اقول يذهب الى المنزل لسأل كلمة منزل او بيت اسمها home لما قول بقى يذهب الى المنزل مش اقول go to home زي go to bed هقول اي go home يذهب الى اي البيت في الحالة دي مش هتاخد حرف go to قبل home زي ما نستشارحها لكل الوقت listen to music on her way too on the right that's why to be hard for at the weekend on holiday come home from شوف هنا ما باجهه يأتي الى المنزل بقول come home مش come to home help someone with بيساعد شخص في عمل شيء بيت 19 عندكم صفرة 19 جايب speaking الاسئلة اللي هي ممكن تجي في المحادثات do you have the same routine every day of the week هل انت عندك نفس الروتين كل يوم تخلي بقى لك ان هنا اي سؤال يبدأ بفعل مساعد زي do يبقى معناه هل والاجابة yes او no ازاك انا قال لي yes بعد كده بعد yes هجيب الفعل الفعل u بتتحول في الاجابة الى i وعا كده الفعل المساعد اللي في السؤال بجيبه في الاجابة يبقى لي yes i do what do you do ماذا انت تفعل خلي بقى كنا عندي هنا دول اولانية ده فعل مساعد وضع ده ادات للسفهام دول اولانية فعل مساعد وعا كده بعد الفعل المساعد بجيب subject الفاعل وبعد الفاعل بجيب main verb او الفعل الاساسي اللي هو هناك من الدوق التاني دوق التاني معناها يفعل ماذا انت تفعل when you get up بقى هنا ان وين بقى ادات طبط معناها عندما مش ادات السفهم لان جايب بعدها جملة subject وverb يبقى ازا وين لما يجي بعدها subject وverb فعل فليبقى معناها عندما ماذا انت تفعل عندما you get up to the cycle قال هنا فين الفاعل اما جاوب you وتتحول في الاجابة ال i هنا السؤال بقى ده بقى تستفعل يبقى الاجابة ما فهاش yes و no هتجاوب حسب السؤال السؤال بيسأل عن نوع الفعل اللي انت بتعمله وزي كاله هنا i always انا دائما وجاب الفعل اللي هو بعمله هو بعمله لما يصيكز what do you often do ماذا انت غالبا تفعل لسا شرحين ان دول اولانية فعل مساعد ودول التانية فعل اساسي ماذا انت تفعل غالبا on your way to school في طريقك الى المدرسة لما يجاوب فين الفاعل هو بيسألك عن you انت طيب يبتتحول لايه لاي قال له هنا i often listen to music انا عادة بس سمع الى الموسيقى ولاحظ معايا انه جملة عبرها عن subject وverb فاعل وفاعل وكلمة often او sometimes او يجولي كل ديان ظروف التقرار بتيجي في لغة الانجليزية بفردة من فرد كابل الفعل الاساسي زي مثلا make و lesson what do you do ماذا انت تفعل in the evenings في اوقات المساء طيب الجاوب خلاص يوها تحول لاي وهي سلم ظروف التقرار i usually text my friend انا اببعد رسائل نصية لأصدقائي طبعا اللي هي الرسائل بتتبعد بالتلفون المحمول what do you usually do ماذا انت غالبا تفعل ادى ويك انت في عورة لنهاية الاسبوع لاحظ معايا كده ان كلمة often or usually بتيجي سواء بجات في السؤال او في الجملة بتجي قبل الفعل الاساسي طبعا هنا في السؤال اللي هو دو معناها يفعل وفي الاجابة بتجي قبل الفعل الاساسي معادة sometimes هي الوحيدة اللي ممكن تجي في بداية الجملة زيك بول لي ايه sometimes i go to my friend's flat بول لي هنا احيانا انا بذهب الى شقة صادقية and we play computer games وبنلعب العاب computer page 20 عندكم صفحة 20 talking about the family لما نجي نتحدث عن العائلة do you have any brothers or sisters شرحت لكم لما السؤال بيبدأ بفعل مساعد بيكون معناه هلو الاجابة yes or no تبه هتجي تجاوب yes وفي الاجابة بعد yes يتتحول ال i ودوله في السؤالة كيبا في الاجابة يقولت yes i do وبعد كده بجاوب بقى انا خلص كده جاوبت نعم انا عند اخوة هبدأ بقى اشكر العدد بتعمل وانا عايز اقول i have two brothers عند اخي how many people are there in your family how many people كم عدد وبيجي بعدها دايما اسم جمع كم عدد الاشخاص او الناس بيكون جمع كم عدد الاشخاص الموجودين فيين في عائلتك تب نجي نجاوب نرتب بالجملة بقى there are five people يوجد خمسة من الناس me ودأ بقى يعدهم انا my dad my mom او بابايا وممتي عندهم two brothers واخين الوقت هل نيجي للانجوج اللي هي الخاص بالجرامر والجرامر اللي عندي بتكلم عن adverbis of frequents اللي هي زروف التكرار always visually often sometimes never طبعا زروف التكرار كده always اللي هي دائما بتفيد نسبة كبيرة جدا عكسها never اللي هي بتكون zero percent بنسبة zero في المية طيب الظروف التكرار دي بنستخدمها في زمن present sample اللي هو المدارة البسيط عشان اعبر عن عدد مرات تكرار الفعل i always do my homework انا عادة بعمل الواجب بتاعي before i have my dinner قبل ما تناول العشاء لاحظة هي ان الظروف التكرار بتجي قبل الفعل الاساس لو كان فعل الاساس لكن لو جاءت verb to be verb to be اللي هو عبر عن a am is are في الحالة دي الظروف التكرار بتجي بعد am is are لو كان الفرب عندي my cousin sometimes text me هنا قريبا دائما بيرسول لي رسائل نصية طيب هنا sometimes جاءت قبل الفعل الاساس لو كلمة text we are never late for school احنا مش بنتاخر قبلنا عن مدرس لما كان هنا الفعل يبقى are verb to be هتلاقي never جاءت بعدها تستدم بعض الظروف التكرار في بداية الجملة اللي هي كلمة ايه sometimes ممكن تيجي كتب في بداية الجملة وعمل كومة وواجب بعدها لجملة subject والفعل والفعل sometimes we go to the club on Sundays احيانا نحن نذهب الى النادي في ايام الاحد بتكمل page 21 صفحة 21 تستخدم ظروف التكرار الاجابة على سؤال مبدوء ب how often اللي هو كم مرة مثلا لعنا عدد المرات فعدد المرات ممكن في ان نستخدم في الاجابة ظروف التكرار طيب اذا لما باجي اسأل how often ده عبارة عن اداة استفهام do or does يجي بعد اداة الاستفهام فعله مساعد طبعا في زمن المدربة بس بقى الفعل المساعد do or does مع المفضل وبعدها الفعل المساعد يجي جملة عادية subject وverb فاعل وفعل بس الفيرب هنا بيكون في الانفينيتيف مصدر الفعل او التصريف الاول بدون اي اضافات بدون اضافات يعني لو في اس او اس او اس بعد do or does لازم ان تشهل في السؤال how often do you walk to school كم مرة انت بتمشي الى المدرس ده how often add استفهام ده الفعل المساعد you الفاعل طبعا do عشان you جمت يجي الفعل المساعد وكدا بعد الفاعل الفعل الاساسي walk اللي هنا هتجاو i never walk to school انا ما بمشيش ابدا الى المدرس سلمنا الظروف التكارة الكلمة never في الاجابة على سؤال how often عشان يفيد عدد المرات هنا عدد المرات never مفيش ابدا how often does he do his homework in the evening كم مرة هو بيعمل الوجب بتاعه في المساء طبعا لاحظ هنا ان الفاعل he مفرد يبقى اذا هيجي الفعل المساعد does يبقى ده السفن بعدها فعل المساعد ده او ده حسب الفعل المفرد او جمل هيجي بعدها وبعدين ده التانية فعل اسم معناه يفعل ماذا هو يفعل طب هنا he خادت do رغم ان هي مفرد علشان does لازم نيجي بعدها في الانفينيتف والانفينيتف هو طبعا do طبعا ما تجي تجاوب هتقول he always does شوف فقا لما جيت اجاوب في الجملة قلت does عشان هي بتاخد ده مع المفرد هناك في السؤال جبناها ده علشان قاب لها ده لازم نيجي بعدها انفينيتف لكن في الاجابة مفيش قاب لها does هي ده هنا فعل اساسي بمعنى يفعل فبقل هو بيفعل او بيعمل فزهم ويك الوجب بتاع in the evening كم مرة بقى اللي هي always هو دائما طيب نرجع كده مع بعض على زمن present simple tense زمن المدارع البسيط وباختصار التكون بتاعه لو الفاعل player فاعل جامع زي i, you, we, they انا, انت انتم هم نحن وهم كل ده يجي بعدها الفيرب فين في الانفينيتف ويجول play tennis on friday نحن عادة بنلعب تنس يوم الجمعة هتلاقي فاعل player هيجي الفيرب بتاعه play في الانفينيتف وطبعا هنا استلمنا كلمة يجولي اللي بدول على زمن المدارع البسيط لتقرأ طب لو الفاعل بقى singular فاعل مفرد زي هي او شي او ات هو او هي او هو او هي لغير العاقل في الحالة ده هيجي بعدها الانفينيتف بس we add همدبقى للانفينيتف هنا ايه اس اي اس اي اس مثال ردينا sometimes listens to the radio ردينا احيانا بتستمع الى الموسيقى هتلاقي ردينا ده فاعل مفرد بنتسمها ردينا طب لما الفاعل مفرد بنجيب الفيرب ها الانفينيتف اللي هو listen ودفتلها اس بقى تسمها lessons تستمع احيانا الى الراديو طيب لاحظ بقى ان انا بضيف للفاعل اس مع الفاعل المفرد الغائب اي فاعل مفرد سوء اسم او ضمير هي او شي او ات او ردينا مروه يجوى لبلايس هذا فاعل مفرد هو مروه بلايس تينيس ان فرايديس مروه مفرد جبنا الفيرب ها ودفنا له اس طيب في حالات تانية بوضيف للفيرب اس واس امتو اضيف للفيرب اس مع الفاعل المفرد لازم عشان اضيف اس او اس او اس لازم ان يكون فاعل مفرد ده لازم يكون شرط طيب لو الفاعل مفرد والفيرب او الفاعل كان بينتيب حامل الحاجات دي يعني اللي هما اس اس سي اتش اس او اكس اي انهامل حاجات دي في الحالة دي هنضيف للفيرب اس هنا الفيرب اسلا اسمه واتش يشاهد اخره ولما جال فاعل مفرد على طول ضفت للفيرب اس بقى اسمه واتشز طيب امتو انطبق للفيرب اس طبعا لازم الاول يكون فاعل ايه مفرد طيب اسم او ضمير ويكون الفيرب ارى هنا في الحالة دي ينتهي بحرف واي ومسبوكة بحرف ساكن امال always studies hard for her exams الفيرب اسمه study طب study دي اخرها ويقبلها حرف دي حرف ساكن في الحالة دي لما جي يكون الفاعل مفرد زي هنا امال هنحظف الواي ونجيب مكانها اي اي اس طيب بصلي كده مع الفعل ده لو قلت امال always plays هنا ضفت اس للا من الفيرب بينتهي بواي وما ضفتش اس لان هنا الواي قبلها حرف متحرك لو قبلها حرف متحرك مش هتنطبق عليه الكلام ده يعني مش هيتحول الى اس يبقى لو الواي قبلها حرف متحرك هتفضل وي زي ما اضف اس الواي قبلها حرف ساكن في الحالة دي بحث في الواي واضف اس طبعا احنا عارفين الحروف المتحركة ابناء التربعة عارفينهم الملومة الفاولز اي 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 او يو اذا لو اي حرف من الحروف الخامسة دي جاء قبل الواي الواي مش هتتحول وهتفضل زي ما هي واضف اس جاء حرف تاني جاء الخامسة دول لو ما بقول علومه الكونسنانتس او للخروف الساكنة بحث في الواي واضف اس طبعا اي نيجي بقى الليه النيجاتيف اللي هو النافي النافي في زمن المضارعة البسيط زي ما كنا في سؤال بنجيب الفعل مساعد do وdoes هنا برضو هاجيب don't مع الجامع وdoesn't مع المفرد وسواء don't او doesn't هيجب بعدهم في الانفينيتيف او مصدر الفعل او التصريف الاول بدون اي اضفات انا لاقى السيكز مبكرا في ايام الجمعة طبعا اي هنا خلاباك ان اي في زمن البرزن سيمبل زمن مضارعة ايه البسيط بتعامل معاملة الجامعة يا ازاي انا خلت ايه دونت زي زي الاسم الجامعة يبقى اي ويو ووي ويو يقول ايه دا حاجة جامعة او اي فعلة جامعة ويجب بعدها طبعا الفرب فين في الانفنة طبعا الفعل مفرد هي لا تمشي الى المدرسة هي مفرد جبنا دازنت وبعدها ووك احنا في جملة المثبتة اكتب اقول شي ووكس تو سكول هي بتمشي الى المدرسة كنا طبعا بنضيف للفرب ايه اس او ايه سوايس لكن لو جد هايجي بعدها الفرب هنحزف الاس او الاس ونجيب الفرب بعدها في الانفنة مصدر الفعل بدون اضافات الكلام ده بعد ايه بعد دازنت وبعد دونت بيتش توينتتو صفحة اثنين وعشرين ده المحوظة اللي بقولكم اهو عليها حرف الاس يحزف من الفعل عند النفي بدازنت مع المفرد الغاء هي دازنت بلاي على طول هي مفرد وهنا الفرب المفروض يكون في اس بس عشان في دازنت شرنا الاس قلنا هي دازنت بلاي هو ما بلعبش فوتبول افري دي افري تازدي كلمة نيفر بقى بتسلم في النافي بس نيفر ما بتحزفش حرف الاس مع الفاعل المفرد ده باس نيفر ستوبس نير مايهاوس اللي تبس له ياكف ابلا بالقرب من منزل ده باس ده فاعل مفرد وهنا الفيرب ستوبس هنا نافي بس النفي بايه بنيفر ما بتشدش الاس لزاي جيب عليها الفيرب بايه ستوبس في اس يبقى لو النفي بدازنت مع الفاعل المفرد بنشيل الاس لكن لو النفي بنيفر مع الفاعل المفرد ما بنشيل شيء الاس بعد كده بنيجي ليه السؤال لو يسنو السؤال اللي هو بفعل مساعد وطبعا السؤال لو بدأ بفعل مساعد بيكون معناه هل واليجابة يسألو طبعا عندي في فعلين مساعدين في زمن المدرعة البسيط لو الفاعل جمع هيجي الفاعل مساعد الاول ده ولو الفاعل المفرد هيجي الفاعل مساعد ده وبعد ده بيجي الفاعل وبعدين الفعل الاساسي. طيب الفاعل بعده جمل زي وبعدين الفاعل الاساس هيكون فالانفينسيب. هل انت اهو س Nietzsche فرح يبقي انت تتحدث اللغة الإنجليزية اقول يس. اي دوا. بجاوب بيس. وبعدها الفاعل هيتحول لآي. وبعدين دول اجيبها في الاجابة. لاحز ان في السؤال لازم ان يبدأ بفاعل مساعد. في الاجابة بنعكس بنجيب الفاعل الاول وبعدين الفعل مساعد. ولو نفس الاجابة اي دو هل هي بتطبيق بطريقة جيدة؟ السؤال تبدأ بـ does معناها والإجابة yes أو no وبعدها فاعل مفرد وبعد نفرد في الانفينيتي فحزفنا منه الاس عشان does نجي نجاوب yes وبعد نجيب الفاعل شي وبعدين does اللي في السؤال هاجبها في الإجابة عشان فاعل مفرد هي الشي does ولو نو نو شي بدأ في النفعة باسمها doesn't معنا ألاحظنا حرف الاس من الفاعل حاسف حرف الاس من الفاعل عند السؤال بـ does بنحزف بعدها الاس لكن لو السؤال WH السؤال بقى بيه كلمة استفهام أوادة استفهام أول حاجة بجيب كلمة الاستفهام أوادة استفهام ديان وبعدها الفاعل المساعد do أو does وبعدين بعد طبعا احنا عصب بعد الفاعل المساعد بيجي الفاعل do بيجي بعدها فاعل جامع أو does بيجي بعدها فاعل مفرد وبعدين يجي فاعل الاساسي في الانفينيتيب what do you study ماذا انت تزاكر عشان الفاعل جامع بقت get do لو انت هتجاوب هتقول ايه I study وتقول اسم المادة اللي انت بتذكرها ولا يكون English where does she go اين هي تذهب طب لما تجي تجاوب لجملة ديان ابن انا الشطر كده يجاوب هتبدأ الاجابة بالفاعل و she بعد كده go طب هنا شنا الاس رامون الفاعل بينتهب قولها عشان قبلها does لكن لما هنا هيجاوب هرجع الاس لان الاس بتدلع المدرسة يبقى لازم ان الفاعل يكون في المدرسة she goes قول اين هي تذهب مثلا she goes to school هي تذهب الى المدرسة بعد كده الجزء اللي بعد كده B اللي عندي اللي هو making questions تكوين السؤال السؤال عندي نوعين اتنين النوع الاول اللي هو سؤال اجابته yes او no السؤال ده على طول تعرف ان هو تركيبه لما انت هتجي تسأل كده في المحادثة بيجي اول حاجة فاعلمساعد وبعد الفاعل المساعد بيجي السجور تابع الفاعل المساعدين عندي انواع أول حاجة في ابداية بي اي حاجة من دي تجي في اول السؤال يبقى على طول السؤال هيكون معناها هل والاجابة يس او نو طيب بعد كده فقى عندي افعال بقى انا اسموه الافعال الناقصة زي ويل وكان ومست وشد كل دي افعال الناقصة لو جفى اول السؤال هيكون معناها هل طيب لما بتجي ديجاوب ديجاوب يس ونو طيب نشوف الاسئلة هل يرن لك اي اخوات او بنات طبعا لو انا عندي بقول يس لو ان السؤال ببدأ بدو معناها هل والاجابة يس او نو وبعد يس بجيب بعدها بقى جملة فاعل وفاعلتها فين الفاعل هو يو بتحول لاي وبعدين فاعل مساعد اللي في السؤال بجو في الاجابة دو في السؤال اجابة في الاجابة ولو نو نو اي دونت هل مريم بتقوم بنفس الروتين اليوم وكل يوم طيب لو هي هتقوم به يس تخلي بقى لو عندي اسم زي مريم في الاجابة بحوله للضمير المناسب لي مريم هتبقى شي ولو كان مثلا هاني كان هيبقى هنا هي بقول لي يس شي وبعد الفاعل هنجيب الفاعل بجو في الاجابة بقى يس شي داز ولو نو نو شي دازن يبقى لاحظت معايا كده انما مثلا لما بيجو لي يقول لي داز شي داز شي ايت هل هي تأكل لما بجا جاوب بقول لي يس بعمل عملية تبديل في الاجابة بقول لي يس شي داز لي? لنو لما بجا جاوب ببدأ الاجابة الاول بالفاعل اللي هو هنا جاي في السؤال بجو concepts فعل هنرجع الفعل الاو وبعدين اجيب الفعل المساعد ولكن لو العكس وهو اجيب لي كده في الاجابة في الامتحان في المحادسة قال لي yes she does وقال لي اسأل سؤال هجنا ابدأ بالفعل المساعد الاو اللي هو وبعدين بعدها الفعل وبعدين الفعل الس طبعا بيكون في الانفينيتي هتكمل page 23 صفحة 23 قال لك يمكن صدام فربيتو بي كفعل رئيسي في السؤال دون ان يتبعه فعل اخر يعني ان لو فربيتو بي اللي احنا قلنوه من شوية اللي هو am is are was دول كلهم اسمون فربيتو بي دولا كلهم ممكن يجي في اول السؤال وهيجي بعدهم فعل لكن ما يجيش بعدهم فعل اساسي طبعا نشوف كده are you happy about the result of the match هل انت سعيد بخصوص نتيجة المباراة طيب هدا are اذا الفعل المساعد جي بعدها يوفاعد بعد كده happy the adjective ابارة عن صفة يبقى اذا كل الافعال اللي احنا شايفينهم دولا كلهم يجي في اول السؤال ويجي بعدهم فعل وممكن ما يجيش بعدهم فعل اساسي يجي بعدهم مثلا adjective صفة او known asn زي ما يقول لي is she heba هل هي تكون heba اهو اذا is فعل ومساعد جي بعدها subject فعل وبعد كده جي ايه جي نقوم اسم مجيش فعل اساسي يبقى اذا كل المجموع اللي قدامكم ديا ممكن يجي اي واحدة فيهم تجيب اقول السؤال هيكون معنا هل ويجي بعدها فعل وممكن بعد الفعل ما يجيش فعل اساسي ممكن يجي عند صفة او اسم او حرف طبعا اما يجيب اجيب علي is she heba طيب لما يجيب علي السؤال ده are you heba طبعا نجاوب yes you تتحول ل i طب هل i بتاخد r لما بجيب ابدل لأ i بتاخد am ولو no i am not بعد كده انه اعطني من السؤال اللي هو اول خطوة عندي question where اللي هي كلمة الاستفهام بعدها فعل مساعد اللي هي verb to be زي am و is و are was where verb to have زي has و have ده كلها افعال مساعدة بتيجي بعد كلمات الاستفهام verb to do لما زي do و does و did وبعد كده الافعال الناقصة زي can we could we will طيب بعد الفعل مساعدة على تطبيق subject و verb فاعل و فاعل طب ايه هي مع كلمات الاستفهام question words عشان تبقى حفظها لما تجيبها في المحادسة اللي باعرف معناه الجوب عليها او في سؤال القطعة whose when what who طبعا هو بتسأل عن العاقل whom هو بتسأل عن العاقل سواء مفعول او فاعل لكن هم بتسأل عن المفعول او العاقل why اللي بتسأل عن السبب لماذا ولما بجيه جاوب على اجابة السؤال why لازم نقول في الايجابة because لان وبعد كلمة because بجيب بعدها جملة subject كتب فير بفعل وفعل و جملة بين السلا where which how 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 much how often بتكمل بقى مجموعة how how many اللي كان معدد ولازم ان يجي بعدها اسم جامعة اسم معدود جامعة how high how deep how wide how far how tall how heavy how long how old how fast who with مع من نلاحظ معي بقى الملاحظات دي نيوب بتحول الى i أو we يوم معناها انت او انت او انتم لو معناها انت او انت بتحول في الاجابة الى i طب لو معناها انتم بتحول الى في الاجابة we اللي معناها نحن your صفات ملكية بيجي بعدها نون اسم your ليدا حاجة خاصة بك زي ما اقول مثلا your home اجي في الاجابة اقول my home او our home لو معناها منزلك اقول my home يبقى تحول لو my طب لو معناها جامع منزلكم يبقى تحول our home لمنزلنا are you قلت لكم من شوية ان يو بتحول الى i واي بتاخد ام طيب وير يو تبيوه هتحول الى i طيب بدن يو تحولت الى i كذلك اي مش بتاخد وير يبقى وير هتتحول الى ووز خلي بالك بقى كمان ان دو بتيجي لو كان الفعل اللي موجود في الاجابة في المدارة المبسيط بدون اس يعني الفاعل جمع لمع مين مع الفاعل الجمع does بتيجي مع الفاعل المفرد الفاعل المفرد اللي هو في زمن المدارة بنضيف للفعل اس واس واس did بتيجي لو كان الفاعل فيه pass في زمن الماضي البسيط طيب عشان عايزين example نوضح الكلام ده اما يجي له في السؤال يقول لي where do you live او where does he live او where did he live هتلاحظ هنا ان الفاعل المساعد where do where does لما نجي نجاوب على الجملة ديا فين الفاعل you you تتحول الى i طيب هتقول هنا i live انا بعيش مثلا in tanta في مدينة tanta طيب ازا الفاعل هنا هو زما قلنا فوق انه هو فاعل في المدارة البسيط مع الفاعل الجمع بدون اس طيب لما تجي تجاوب على ديا هتقول ايه he lives هو يعيش in tanta طيب لما جينا في الاجابة قلنا he live في زمن الماضي الايه لان did بتدل على الماضي ولعكس لو انا لا اسأل قلت he live هجاسأل على طبال ده زمن الماضي يبقى هجيب الفاعل المساعد بعد استفهم where هجيب المساعد did وبعدها الفاعل وبعدها في الانفينيتف he lives هجاسأل هجيب الاول الفاعل المساعد طبعا هجيب الاول الى where وبعدها الفاعل المساعد هنا lives الفاعل المفرد والفاعل في اس يبقى الفاعل المساعد does هنا الفاعل جامع والفيرب في الانفينيتيف يعني مضارع مع الجامع يبقى الفاعل المساعد هيكون دو بيتج 28 الدرسين الثالث ورابة صفحة 28 الكيف هو كبير من فرضة الرئاسية attractive خلي بك ان ده عبارة عن adjective يعني صفة triple poor real way present profile feed بفعل وهو فعل المنتظم يعني في التصفية التانية والتاد هتضيف له feed 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 share الفعل المنتظم لو بنتهب ايه في الحالة دي في البس والبس المنتظم هتضيف له share shared tab typical village هتكمل article research clear picnic watermelon knife suggest suggested carry life garden goats include adventures train train لو هي اسم معناها كتار ولو هي فيرب فعل معناها يتدرب together move change beginning travel road ending describe page 29 29 29 conjugation of regular verbs اصرفها على افعال غير منتظمة no new known طبعا خدنا من شوية كلمة نايف اللي هي سكينا الكي لما يجي بعدها ان كان حرف k silent زي كلمة no حرف k هيكون silent forget forgot forgotten bring brought بروت 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 فيد 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 بعد كده synonyms والantonyms المرضفات والمضادات وزي ما قلت لكم ديان بيدريكم في منهج في الاسئلة في ثلتة اعدادة وهو بيجهزكم لها attractive beautiful مضادفين بعض وعكسهم المضاد اقلي يعني قبيح تخلي بقى ان كلمة مضاد برضو اسمها opposite large big معناهم كبير وال opposite المضاد small near close معناهم قريب وال opposite المرض for from اللي هو معناها بعيد او side او door اللي تنين معناهم خارج والعكس بتاعهم او inside in door اللي هم معناهم في ال terrible bad او very bad معناهم حاجة فضيعة سيئة جدا وعكسها هتكون حاجة جيدة good بعد كده prefix والصافيكس هتلاقي عندك مجموعة من الصافيكس اللاحقة او النهية اللي بتيجى في نهاية الكلمة وتغير معناها يعني كلمة attract ده فعلي معناها يكذب لما اضفترها ive تحولت لأجيكتف صفة معناها جزاب برضو كلمة beauty ناون اسم معناها جمال لما اضفترها ful تحولت لbeautiful بقت أجيكتف صفة معناها جميل كمان كلمة careful كلمة كلمة معناها العناية اضفترها ful هنا ناون هتتحول لأجيكتف صفة معناها حريص begin verb معناها يبدأ اضفل ing بقت beginning اتناون اسم معناها البداية page 30 صفحة 30 عندكم suggest ده verb معناها يكترح يجي بعده infinitive plus ing فاعل في المصدر واضف له ing بعد suggest او يجي بعده لو قلنا suggest ذات هيجي بعدها جملة فاعل بس ال verb هيكون في ال infinite ثم نشوف الاول suggest ليجي بعدها infinitive ing I suggest going to the beach انا اقترح يزهب الى الشاطئ يبعدها هنا going verb وفي ال infinitive وتفتور ing لكن لو قلت I suggest that انا اقترح انه في الحالة هيجي بعدها subject فاعل وبعد الفاعل هيجي verb في ال infinitive she go I suggest that she go to the beach ما لك هنا المفروض ما بقول she go المفروض لو she لوحدها وقوه كده مش في الجملة دي انا هقول عشان زمن مدارع الفاعل مفرد فبندفل الفاعل es عشان الفاعل بينتهيب او لكن المول I suggest that هنا في الحالة دي هيجي بعدها فاعل وال verb بيكون فيهن في ال infinitive خلو باكم نكمل little داون بتيجي adjective 0 لاما معناها صرير في الحجم او السن لاما معناها قليل وبيكون بيجي بعدها اسم uncountable والاسم لا يعلم المول I lived in America when I was little انا عاشت في امريكا عندما كنت صرير هنا معناها صرير في السن I saw a little girl انا شفت بنت صغيرة معناها هنا ممكن صغيرة في السن او صغيرة في الحجم industrial في الشارع لكن little بتجي بقى معناه قليل لما يجي بعدها اسم لا يعد اسم uncountable she has got a little milk يعني هي لديها القليل من اللبن in hair glass في زجاجتها هنا little معناها قليل وجاي بعدها اسم uncountable اسم يعد زي كلمة ملك لبن كلمة oil زيت كلمة juice عصير كل دي كلمات اسمه لا تعان بعد كده خلي بالك ان الصفة المركبة ان بجيب هنا number العدد وبعدين بعمل هنا شرطة كده واجيب بعدها الاسم المعدود وكل دوا مش هن الاسم المعدود مش هنضف له اس يعني ما اقول مثلا my six years old cousin هنا بنت عمي أو بنت خالي أو بنت عمتي أو بنت خالتي هنا بقول ذاتة الست سنين اللي عندها ست سنين كل ده جات صفة لكلمة cousin طبعا لما ماجي اقول مثلا هي عندها ست سنين بقول she is six years بس معايا كده لو انا هقول هنا she is six years هي عندها ست سنوات يبقى لو ما فيش الشرطة دي الاسم المعدود اللي بيجي بعد الرقم بيكون جامع لكن لما هنخط الشرط دي في الحالة دي هتكون دي كلها صفة ومش هنضف الاس الخاصة بالجامع بعد كده بنجلي important expressions and propositions تعبيرات وحورف الجرء المهمة اللي عند في الدرس do something around at the end of take away from at the beginning of at last هنا last معناها اخيرا come home وقلنا كلمة home مش بيجاب لاحظ في الجرطة home ما اقولش come to home اسمها come home لاحظ معايا نطق كلمة the the لو جاي بعدها اسم بحارف second بقول the beginning لكن لو اسم اللي جاي بعدها بده بحارف متحرك بقول the يعني اقول ايه at the end لكن اقول هنا the beginning ليه لان هنا بده الاسم اللي بعدها بحارف متحرك لكن هنا بده الاسم اللي بعدها بحارف second مكان البروبوزيشن زي حرف الجر careful with move from to يعني نتركل من مكان الى مكان زي ما قلت move from care to tanta يعني نتركل مثلا من القرأ الى tanta full of share with يعني نلاحظ مثلا ان full بيجمع بعدها حرف الجر البروبوزيشن of share بيجمعها with ask for around the world in many ways find out about page 36 عندكم صفحة 36 speaking التحدث how did you feel when you moved to a new house and what طيب هنا عندي سؤال اثنين السؤال اول how وقايب بعدها هديت فعل مساعد يبقى لما تيجي تجاوه ده زم الماضي بسيط فين الفعل يوه هيتحول ل i تبدت بتدلوه على الماضي يعني الفعل هيتحول ده لازم نتحول لل past الماضي هيبقى i felt التصف الثاني i felt happy انا شعرت ان انا سعيد وتجاوه طبعا هو هنا بسأل كمان عن السبب why لماذا فاللزاك قاله هنا بقى i felt happy and excited شعرت ان انا متحمس وسعيد because انا السبب بيجاوب على why لماذا the new house was comfortable ان المنزل الجديد كان مضي سؤال الثاني how did you feel نفس الكلام لما تجي تجاوه هتبقى i felt عشان نديد بتدلوه على زمن الماضي كيف اشعرت when things changed عندما تغيرت الاشياء في سؤال ثاني was it easy or difficult at first was سؤال بدء بفعل مساعد معناه هل بس لاحظ هنا بقى الاجابة مش هتكون مجرد yes و no lay لان فينا تخيير واللي هل الموضوع كان سهل او صعب في البداية يبقى لازم انا هتختار حاجة من الاتنين هي كانت سهلة ولا كانت صعبة طبعا نجاوب لو تقول له كيف اشعرت وقال له i felt strange انا شعرت ان انا غريب in fact it was difficult شوف هنا اختار لي في الاجابة it was difficult انها كانت صعبة بقى في البداية هتختار حاجة من الاتنين اللي خيارك فيهم لان هنا فيه تخيير او مش مجرد هقول yes او no بيج 37 صفحة 37 وده خاص بالجرامر الانجويتش اصدقى اصدقى with have got or has got كان شهل عايزين نسأل اسئلة have got or has got طبعا احنا عارفين ان اي سؤال بيبدأ بفاعل المساعد زي have او has زي ما درسنا في listen one and two بيكون معنى هل طيب have بتيجي مع الفاعل الجمع وهاز بتيجي مع الفاعل المفرد سواء هي او شي قوت او اي اسم مفرد وبعدها got طبعا هزو هف مش من الحاجات اللي بيجي بعدها infinitive يعني ما ينفعش اقول بيجي بعدهم get او gets لا لازم ان يجي got بعدهم وده ان شاء الله هتدرسوها بعد كده زي ما اسمه present perfect has your father got a blocker هل والدك عنده عربية زرقه طبعا سؤاله هو بدأ بفاعل المساعد معنى هل ولازم ان قلتلكوا بعد الفاعل اللي بعدها فاعل مفرد هيجي got قال له yes فين الفاعل your father ده هيعتبر he وكده هزو يصبح يجب في الايجابة ولو no اقول no he hasn't طبعا هز في الايجابة المثبتة وهزنت في الايجابة المنفية مع no طيب لو انا عايز اجبه بمفسرة اقول ايه yes he has got هو لديه ابلوقات ولو مش عنده no he hasn't got ابلوقات مع المفرد تبتعال مع هف هتجي بعدها فاعل جامعة طبعا عايبي تعمل مع عاملة الجامعة ويجي بعدها فاعل جامعة زي i او we او you او they او اسم جامعة بعدها got have you got هل انت لديكم any cousins ولا تخيل او ولا ادعم ولا ادعم ولا تخيل لو انا عندي yes i have ولو اجابة كاملة yes i have got five cousins اي او انا عندي خمسة اللي باك لما باجي اجاوب بقول yes وبعدها you فاعل هتحول الى i وبعد نهف السؤال اجابة في الاجابة ولو no i haven't نفس الاجابة بس معه no لازم ان نزود not او اقول اجابة مفصلة no i haven't got انا ليس لدي any cousins طبعا بس صدم any في حالة النفي ده بالنسبة للسؤال اللي هو has got معناها اي هل انت لديك هل هو لديه ديان اللي هي has مع المفصلة هل هو لديه ومع الجامعة هل انتم لديكم او هل ان اه انا لدي او هم لديهم نجي للسؤال التاني اللي هو السؤال بكان طبعا كان معناها يستطيع يبقى لما جاء سأل بكان يبقى معناها هل يستطيع تاب كان هيجي بعدها اي فعل مساعد بيجي بعده فاعل وبعد الفاعل يجي فاعل في الانفينيتف كان دي ما حاجة ما بسميها الاجابة اللي هي الافعال انه يجي السؤال بكان question was اللي هي القدرة تاب كان دي معناها يستطيع لما تيجي في السؤال يبقى معناها هل يستطيع لان طبعا السؤال بيبدأ بفعل مساعد او فعل ناقص معناها هل فعل ناقص زي وزي الافعال المساعدة لو جيف اول السؤال بيكون معناها هل وبكان يجي بعدها فاعل اي فاعل بقى سوى مسرد او جمل ويجي لازم ان يجي بعدها الفيرب فين في الانفينيتف can you climb a tree هل انت ترصلك الشجر بس عليك عن الابيلة تركت ولوانا هقدر اقول yes ولو no no I can't طب لو السؤال بدي بقى بادات الاستفهام نفس الكلام هجيب الاول ادات الاستفهام بعدها الفعل المساعد او الناقص وبعدها الفاعل والفعل بس لازم ان الفعل يكون فين في الانفينيتف عشان كان لازم ان يجي بعدها في الانفينيتف what can you do احمد ماذا تستطيع ان تعرف عليه احمد احمد هنا منادة طب اما ان يجي الجاوب هنا فين الفاعل you احمد هيقول you هتتحول الى I can وبعدها الفيرب في الانفينيتف I can lift this هي في باجز اصدع ان ارفع هذه الحقائب السكيلة في استخدام ثاني اللي كان اللي انا اسلمها asking for something لما اطلب شيء فالحال دي كان بيجي بعدها الفعل I او you وبعدها فرده لازم ان يجي الفيرب في الانفينيتف can I have ice cream please هل يمكن ان انا احصل على ice cream هو بيطلوبه كده لو انا هقول yes ولو no بدأ يبين السبب ice cream لان الايس كريم ليس جيد لك او ليس مفيد لك بعد كده صفحة ثمانية وثلاثين وده هنبدأ نسأل بشال شال لو جد في اول السؤال وجد بعدها السببجكت او الفعل I او we وطبعا بعدها الفيرب في الانفينيتف شال طبعا من الافعال الناقصة هنا بدي بس استدمها في ممكن suggestions اللي هي تقديم اقتراحات مثلا هاي دي مش السؤال سؤال بدأ لسه هالشال اهو وبعدها الفعل we شال we في الانفينيتف play a game next weekend هنا بيكترح هل احنا نلعب بيكترح عليكم ان احنا نلعب مباراة اليوم في العطلة القادمة او انا موافع اقول مثلا yes that's a good idea هذه فكرة طيبة وكمان بيكترح let's play tenis next weekend هيا بنا نلعب tenis الاسبوع القادم let's agree on no I can't I'm busy لا انا مش هقدر عشان ام اشغول او no I'm sorry انا اسف I have a lot of homework انا عندي واجب كثير نجل ايه سؤال تاني لشال ان انا بسلمه ان انا اعرض المساعدة يعني ما سنقول ايه وطبعا شال هيك بعدها انا اللي اعرض المساعدة يعني هيك بعدها الفعل في المصدر او التصريف الاول بدون اي اضافات مصدر الفعل shall I help you to cut the watermelon هل انا ممكن اساعدكم بعض دعاليكم مساعدة هو ان انتم تقطعهم البطخة طبعا shall لان انا اعرض المساعدة فحت accepting the offer كبول العرض الموافع عليها اقول له thank you يونس but be careful لكن كن حريص مع استخدام السكين لكن refusing the offer في حالة رفض العرض اقول له thank you I can do it myself انا هادر اقول بالحاجة اللي بدي بنفسي اقول on my own بنفسي برب thank you I don't need any help شكرا انا لا احتاج اي مساعدة بج 43 صفحة التاتة واربعين درسين الخمس والسادس كيف وكابلات مفروض الرأسية I'm chair be sane carpet cutia 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 chest of draws nature resurvice nature resurvice lamp mirror wood rope wood rope bookshelf cushions cushions practice match floor cupboard come here sunlight blown pin friend down stairs nationality nationality language absent cambridge oxford germany page 44 prepositions place in on next to here next to two 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 behind in front of here front of opposite 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 under near sleep slept right wrote written here w not right wrote written send 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 page 45 صفحة 45 المضارف المضاد open unlock طبعا يغلق أو بقول عليها opposite لان احيانا بتجيل في الامتحان في سؤال القطع يجب لي كلمة كده ويجب لي مثلا يقول لي المراد بتاعها ف open opposite المراد بتاعها أو lock downstairs الطبق الصفلي طبعا opposite المراد upstairs nearby close تسمى معناهم بالقرب أو قريب والعكس far away suffix nationality كلمة national ده adjective صفة معناها قومي اضف لها it y تحولت لنوين هنا اسم اللي هي nationality الجنسية comfort اللي هي اسم نوين اسم معناها الراحة اضف له a b l a اللي هي الصوفيكس هنا يتحول لأدجكتف صفة معناها comfortable اللي هي الموريح بعد كده general notes اللي هي الملاحظات العامة wardrobe ده الدولاب خاص بالملابس put your clothes in the wardrobe دع الملابس الخاص بك في الدولاب الخاص بالملابس لكن cupboard اللي هي ده دولاب خاص بتخزين الأشياء go and see how much sugar اللي إذا بوشوف فيه كمية شكر قدي we have in the cupboard in the kitchen في الدولاب الخاص بالنخزين في الأشياء اللي موجود فين في المطبخ راح صحيح السلام وحص في الجر on قبل الكلامات دي زي مقول on television في التلفزيون on the radio on computer I wish videos on my computer أنا بشاهد الفيديوهات بتاعتي في الكمبيوتر بتكمل page 46 صفحة 46 would love or would like يجب بعدهم to infinitive I would love to visit the nature انا اواد ان ازور محمية الطبيعية نير الفيوم اللي بالخرب من الفيوم هتلاقي هنا وجايب بعدها انا اواد ان اساعدك انا اواد ان اساعدك في الانجليزي الخاص بك ده اسم لا يعدي يعني دايما يعامل معاملة الاسم المفرد ما فيش منه جامع اللي معناها الاساس او الموبيلي اللي هو الاساس او الموبيلية الخشبية الاودن ده اتجيكت في صفة معناها خشبة از شوف هنا بقى الفيرب اللي جاي معاه از مفرد لان ان كلمة فرنشتر دي بتعامل معاملة المفرد ازور تجوال دايما مش بتكون غالية تانك فور يشكر على انا بيشكر يجي بعدها مفعول الشخص اللي هيشكره وبعدين فور حرف الجرده يجي بعدها انفينتف اي انجي او نوين اسم يشكره على شيء تانكيو فور بيينج مايبينفرنش شكرا على كونك صديق انا بشكرك تانكيو اده جاي بعدها الوبجيكت المفعول وبعدين فور وبعدها الفيرب اللي نجي بيينج تانكيو فور يور ايميل شكرا على الايميل الخاص بك اده المفعول وبعدين فور وجاي بعدها نوين اسم ريسيرف بتيجي لها معنين لو جد فيرب معناها يحجز زي هي زي بوك بوك برضو لو جد فيرب بفعل معناها يحجز كان اي يرسيرف اتيكتو اليكس بليز او كان اي بوك اتيكتو اليكس هل يمكن ان احجز تسكرا الاسكندري من فور لك ده فيرب هنا معناها يحجز لكن لو جد نوين اسمه يكون معناها المحمية ده اي اي كاليتشارل ريسيرف نير الفيون يوجد محمية طبيعية بالقرب من الفيون pan friend و key pal pen friend اللي هو صديق بالمرسلة i have a british pen friend لا انا عمدي صديق بالمرسلة بريطاني to practice my english عشان امارس معه اللغة الإنجليزية لكن ما اقول key pal وده American English في اللهجة الامريكية بيستدمهم الكلمة دي اللي هو صديق الانترنت ده بنستدمه في البريتش انجلش اللي هو اللهجة البريطانية لكن الكي بي بتستهدم في اللي هي اللهجة الامريكية فيقول لي مثلا هو صديق على الانترنت ويتشات only online احنا بندردش عبر الانترنت important expressions and prepositions حروف الجر المهمة والتعبارات المهمة a breakfast break get dressed a short walk from nice to meet you best wishes here from look out of tell somebody about بيخبر الشخص عن شيء on the front belong to a short walk 53 صفحة 53 speaking التحدث can you describe your bedroom طبعا لما احنا عرفين هنا بسأل عن ability عن الكدرة بفعالة مساعد هنا كان معناه هل هل تستطيع هل تستطيع انك تصف لي وظفة نومك yes i can طبعا بفعالة مساعدة تقول yes معناه هل وكده تتحول ل i وكان في سؤال جبال في الإجابة yes i can طبعا بعد كده بداي يوصفها بقى i share a room with my sister انا بشارك غرفتي مع اختي there are two beds في سرين اتنين i have a big white wardrobe انا عندي هنا اه اللي هو دولاب للملابس كبير وابيض in the corner في الناصية او في الركنة الموجود في الحجرة بعد كده do you think هل انت تعتقد it's a good idea انها تكون فكرة طيبة to have been friends ان يكون عندك اصدقاء طيب هنا هقول له yes i think it's a good idea ايه نعم انا اعتقد انها فكرة طيبة to have been friends طيب هنا وقال له why or why not يعني لو انت جوبت yes هتقول why لماذا ليه انت قلت yes ولو قلت no why not ليه هتجاوب بno الاجابة because it's good to practice لانه حاجة جيدة لانه امارس a new language لغة جديدة what can you learn from writing to people from different countries ايه الحاجات اللي انت هتتعلمها منك انك تكتب الى ناس من لغات او من بلاد مختلفة unlearn power انا هتعلم حاجات their different habits عن عادتهم and traditions وتقالدهم وبقول للطلابة لو عاجبك الحلقة من السيشتر من لايك وانتظر ان شاء الله حلقات حل unit one احلقوا الوحدة كلها زمان متعودين في حلقة واحدة والسلام عليكم كان معكم مصر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة